بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات مجددا في شروحات مقرر صناعة القرار في الأعمال ثلاثة اليوم بإذن الله سنبدأ في مشروع شركة الطيران سنتناول نبدأ عن هذه الشركة قبل أن ننطلق في إنشاء الجدول والوصول إلى مخرجات هذا المشروع كما تعلمنا نبدأ في فكرة عن هذا المشروع كما ذكرنا نحن في الإدارة الناجحة لشركة الطيران كنا قد تحدثنا عن ثلاثة مشاريع سابقة وهي صناعة السيارات وإدارة منتج التزلج في المملكة العربية السعودية وأيضا إحداث تطور في سيارة الكهربائية واليوم بإذن الله سنبدأ في الإدارة الناجحة لشركة الطيران إذن هذه المشاريع الثلاث وهذا المشروع الرابع هو شركة الطيران إذن في هذا المشروع سنستخدم أيضا مايكروسوفت أوف أكسل وبالتأكيد لكي نستطيع بناء نموذج لدعم القرار والهدف هو تعيين وجهات متنوعة لكل طائرة أو طائرات سطول شركة الطيران وبالتأكيد سنتعلم كيف نخص الموارد ونفهم غايات الشركة وأهدافها لكي نتخذ أي قرار بشأن الخطط أو المتطلبات الاستراتيجية لهذه الشركة سيركد هذا الفصل أيضا على أداة سولفر لتحديد أثار قرارات تخصيص الموارد على أهداف الشركة سنكتشف كيفية أيضا استخدام عمليات الحسابية وأيضا كيف نصل إلى الأثار المترتبة على هوا مش الربح وأيضا ستكون قادر على تغيير البيانات لكي تحسن من عملية الأرباح لشركة الطيران أخيرا ستقوم بإعداد تقرير تحليلي يلخص البيانات يوفر الأدلة لنرفع هذه التوصيات للإدارة العلية وبالتأكيد لابد أن تكون لديك قدرة على كتابة التقرير كما تعلمنا سابقا وأيضا ستقدم عرض تقديمي يوضح هذا المشروع ستقدم تقديم أو عرض تقديمي عبر البوربوينت مثلا نحن في المشاريع السابقة كنا نقدم عبر الورد الآن نود منك أن تقدم بشكل عرض بوربوينت وبالتأكيد لكي تساعدهم في فهم هدف الشركة والموارد والوصول إلى أسالي مختلفة لكي تحق الشركة أرباح كما تعلمنا هناك أهداف أيضا لهذا المشروع هو تصنيف نواع المتغيرات تطبيق المتغيرة على أعدادات العمل المعقدة سنلاحظ هناك تعقيدات في هذا المشروع كذلك تقديم المعلومات وتصليل الضوء على البيانات والأنماط التي تظهر من خلال تحليل البيانات كذلك التوصية باستخدام النموذج الأنسب لكي تحقق الشركة الأهداف أو الأرباح إذن أهدافنا هو أولا نتعرف على المشروع بعد ذلك ننطلق في إعداد جدول البيانات إذن نأخذ نبنى عن شركة الطيران الباكيراوند عن هذه الشركة هي تقدم خدمات نقل الركاب إلى جانب تقديم الخدمات اللوجستية للطرود الصغيرة إلى المناطق الرئيسية الكبرى في المملكة العربية السعودية وهي تعمل بنظام المطار المحوري حيث يقع مطارها الرئيس في مدينة الرياض وتيسير منه رحلات إلى المدن التالية إلى جدة المدينة الدمام ورفحاء وينبع وأبهى ونجران ويقوم هذا النظام على تسلح الجوية مجموعة مطارات أصغر حجما عبر ربطها بمطار رئيس محوري مما يعني أن النقل المسافرين والحمولة مشحونة متجه من مطار صغير إلى آخر إلى طائرة أخرى في مطار أكبر حجم كي يتمكنوا من الوصول إلى الوجهة المقصودة إذا لدينا أكثر من وجهة لدينا أكثر من ربط محوري لهذا المطار لقد وظفت الآن مستشار جديد في هذه الشركة لإعداد نموذج لدعم القرار في شركة طيران وسيستخدم نموذجك الكامل لتوزيع الطائرات ضمن أسطور الشركة على الوجهات السبعة التي ذكرناها سابقا في ظل تقليص التكاليف إلى أدنى حد ممكن إذن تسعى الشركة أن تقلص التكاليف إلى أقل حد ممكن وبالتأكيد من خلال توزيع هذه الطائرات على الوجهات التي ذكرناها يطلب النموذج البيانات التالية التي جمعها لك فريق الإدارة كي تستخدمها أولاً بيانات عن أنواع الطائرات الأربع المختلفة ضمن أسطول الشركة ثانياً القدرة الاستيعابية من حيث عدد الركاب مساحة الشحن والتكلفة التشغيلية في الكيلومتر بما فيها الوقود والأيد العاملة والنفقات العامة أيضاً عدد الطائرات قيد الخدمة كذلك سعر التذكرة السفر إلى كل وجهة أيضاً سعر الشحنة إلى كل وجهة والمسافة بين الرياض وكل وجهة إذن هذه المعلومات التي جمع لك فريق الإدارة لكي تستخدمها في إعداد نموذج لدعم القرار وبالتالي سنحتاج إلى هذه بعض الثوابت والقيم لكي نبدأ في إعداد جدول البيانات بالإضافة إلى ذلك وفر لك قسم العمليات المعلومات الضرورية حول حركة الركاب وطرابات الشحن إلى كل مدينة إذن هناك معلومات أخرى تم توفيرها من أجل تلبية متطلبات الركاب وطلب الشحنات سيقسم نموذج أداة سلفر بحسب عددها ونوعها على الوجهات وسيحسب النموذج الإرادات اليومية الناتجة عن تقديم الخدمات إلى الركاب وعملية الشحن إذن لدينا مصدرين من الإرادات عملية الرحلات وكذلك الشحن فضلاً أن لدينا إجمالي تكاليف تشغيل يومية أيضاً لابد أن تحسب وتستخدم هذه النتائج العملية الحسابية ليصدار أيضاً بيان الربح الإجمالي اليومي إذن ستفعل أداة سولفر لتقليص إجمالي التكاليف إلى حد أدنى ممكن نحن في المشاريع السابقة نبحث عن أقصى ربح الآن سنستخدم الماين نستخدم الماكس لأقصى ربح الآن بما أنها تكاليف إذن نبحث عن أدنى حد ومن ثم ستستخدم النموذج المعدل لتحسين أجمالي أرباحك إلى أقصى حد إذن ربح نسعى إلى أن تكون أقصى ربح وأقل ماذا تكلفة بعد ذلك ستقدم توصيات الإدارة حول جدولة الاستراتيجيات التي ستحقق أحد هذين الهدفين أو كليهما بدأنا الأسطول ويتألف من خمسين طائرة من أربعة أنواع مختلفة البوينغ وأيضاً بومبرارديه وكذلك إمبراير وإيرباس هذه أسماء متعارف عليها أو معروفة في أصناف الطائرات إذن لدينا خمسين طائرة من هذه الأنواع الأربعة وبالتالي سنعمل على إدارة السيناريو من خلال هذه المعلومات المعطة إذن لإنشاء الجدول قبل أن ننطلق في الجدول وتفاصيل الجدول ستنشأ الجدول الذي تسعى الشركة إلى اتخاذ القرار من خلاله وسيتعين عليك استخدام كل المهارات التي تعلمتها خلال هذا الفصل أو هذا الكتاب مهامك إذن ستنشأ جدول بيانات وتوزع الطائرات على المسارات يذوياً لتقليص إجمال التكاليف التشغيلية إلى أدنى حد إذن ستنشأ الجدول وتحاول بالتأكيد العمل إدوياً على توزيع هذه الطائرات على هذه الوجهات لكي نصل إلى أدنى تكلفة ممكنة لهذا المشروع بعد ذلك تنسخ البيانات على ورقة عمل جديدة ومن ثم تقوم بتأهية أداة سولفر كما تعلمنا سابقاً نهيئة من خلال وضع المعلومات التي نحتاجها بعد ذلك نفعلها لتقليص التكاليف إلى أدنى حد ممكن بعد ذلك ستنسخ ورقة العمل ولسق في ورقة عمل جديدة وتفعل الأداة لتحسن إجمال الأرباح وبالتالي تصل إلى أقصى حد ممكن من الأرباح إذن هذه المهام التي ستعمل عليها عزيزي الطالب في هذا المشروع ونحن تعلمنا سابقاً كيف نفعل ذات سولفر وكيف نهيئها وكيف نصل إلى أقصى ربح الآن كيف نطبق كيف نصل إلى أدنى تكلفة إذن سنستخدم الماين بدل الماكس وهنا في النقطة الثالثة سنستخدم الماكس أيضاً إذن هذا أو هذا البر كود سينقلك إلى ورقة العمل التي ستعمل عليها إذن ستعمل على وضع كل مكون من المكونات في جدوى البيانات قبل إدخال صياغ الخلي أولاً الثوابت نحن تعلمنا الثوابت لا تتغير وهي بالتأكيد معطاة لنا في هذا المشروع بعد ذلك سنجري العمليات الحسابية والوصول إلى النتائج ومن ثم سنصل إلى قائمة الدخل بالتأكيد قسم العملية الحسابية والنتائج وهو يشكل جوهر نموذج القرار وستعد أعمدة لمسافة السفر والطلب اليومي وتنظيم مسارات الطائرة بحسب أنواع نذكرنا لدينا أكثر من نوع للطائرة وبالتالي ستستخدم ذلك أيضاً الطائرات تستهلك الوقود كذلك سيكون لدينا تكاليف تشغيلية لهذا المشروع أما صفوف جدو البيانات فستكون مخصصة للمدن المقصودة حذكرنا لدينا سبع وجهات وبالتالي سيكون ذلك مقسم على هذه الوجهات وبعد ذلك سنقوم بتفعيل أداة سؤال فرصة ستعالج هذا الأمر ومن ثم سنتحدث عن التفاصيل في ورقة العمل إذن أعزائي الطلاب بإذن الله في الدرس القادم سنبدأ بإعداد أو إنشاء الجدول من خلال الثوابت ومن ثم سنتقل للعملات الحسابية وصولاً إلى تفعيل أداة سولفر بعد أن ندخل البيانات وأنواع الطائرات وكذلك استهلاكها ومن ثم سنبدأ بإذن الله في الوصول إلى تقرير عن هذا المشروع إلى هنا انتهى جارسنا هذا اليوم شكراً لكم لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته